السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي إذن اليوم لدينا درس جديد تحت عنوان حساب المحيطة والمساحة في الصفحة 34 من كتاب الجديد إذن ننتقل إلى الصفحة 34 إذن لدينا مجموعة من التمارين إذن نبدأ بتمارين متعلقة بأكتشف وأتمرن إذن التمارين الأول أحسب مساحة المستطيل ومساحة المربع ثم أحسب أب في بيسي وأقارن النتيجة بمساحة المستطيل ثم أستنتج إذن هنا أولا نحسب مساحة المربع إذن لدينا هذه وحدة القيس إذن إذا بغينا نحسب مساحة هذا المربع إذن نحسب عدد الوحدات إذن لدينا أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة عشر، إحدى عشر، إثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر إذن مساحة المربع ستة عشر مربعا صغيرا أما بالنسبة لمساحة المستطيل مساحة المستطيل كذلك إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 اذا ثمانية عشر مربع. اذا هنا سؤال الموالي. احسب اب في بي سي. اب اذا هنا اب هو واحدة. اب هو واحدة. في بي سي. واقارن النتيجة بمساحة المستطيل ثم استنتيج. اذا جينا نحسب اب في بي سي. اذا اب في بي سي. ماذا تساوي? تساوي ثلاثة في ستة. او ستة في ثلاثة. ستة في ثلاثة. اذا ماذا نستنتيج? نستنتيج ان المساحاتان متقايستان. اذا متقايستان. اذا بالنسبة المستطيل. بالنسبة المربع. ماذا نحسب? او اف في اف جي. اذا هذا هو او اف في اف جي. اذا هنا انا اربعة وهنا اربعة. اذا يعني انا او اف او اف في اف جي. تساوي اربعة في اربعة. تساوي ستة عشر. اذا كذلك المساحةان متقايستان. اذا شنو الهدف من هذا التمرين? الهدف من هذا التمرين هو انه لحساب مساحة المربع نضرب الضلع في الضلع. ولحسابة مساحة المستطيل نضربه الطولة في العرض. الهدف هو الهدف من التمرين. اذا اه اي وضع ما نحسب عدد المربعات اذا سنضربها هنا اياه عن الناس. نضربها في ثلاثة. وهذه القول من مساحة. الاشياء نعرفه. يعني منذ اه اه رابعة و الثالثة. الان هنا اياه. قد ننتقلو التمرين الثاني. التمرين الثاني اه اه. هدف من هذا التمرين هو كيفية حساب مساحة المثلت. او من اين يعني يعني القاعدة دي الحساب المثلت من اين يعني تم استنتاجها. اذا هنا عنا هاد الشكل هذا. ده هو مثلت. ابسي. هذا ارتفع. عنا وعنا هذا مستطي. اذا الاحظ الشكل واتحقق ان المثلتان. اذا المثلتات ابش. هذا هو ابش. و اف كال. اف كال هو هذا. و اف او هو هذا. انها قابلة للتطابق. اذا هنا شنو خصوص الميدي دير خصوص يجيب واحد ورقة دي البتكارو. يرسم هاد المثلتات يقطعهم. يقطعهم على حساب الخطوط المتقطعة. ثم غدي يطابق هاد المثلتات غدي يلقاهم متطابقة. متلتات متطابقة. و كذلك سيطابق هاد المثلتات الزرقاء. اذا المثلتات الحمراء. المثلتات الزرقاء. سيجدها كذلك متطابقة. اذا هناش نو غدي نقول. اذا قابلة للتطابق. قابلة للتطابق. اذا هاد то المثلتات كلها. المثلتات الزرقاء قابلة للتطابق. و المثلتات الحمراء قابلة للتطابق. اذا. السؤال. اقادر مساحتي المثلت A pi b-sy والمثلت والمستطTer UK. يعني كنقارن هاد المساحة هادي مع المساحات المستط Media G k. هذا يتساوي النصر. لماذا? لان مادم هادك يسوي وهذا كيسوي هذا، هذا والمثلة دينا وعن هذا كيسوي هذا وهذا كيسوي هذا، إذن هذه المثلة ستساوي مصر مساحة المستدفل. إذن من هنا ستخرجناها، إذن أقارن مساحتي المثلة ABC، إذن مساحة المثلة ABC تساوي نصف مساحة المستطيل الجيكا، مساحة المستطيل الجيكا. إذن من هنا يعني شنو بغوي يوريونا في هذا التمرين بأنه إذا بغينا نحسبوه مساحة المثلة كيفما كان، يعني غادي نحددوه الارتفاع نتاعو، والقاعدة نتاعو ثم نحسب، يعني كنعتبروه بحلي أصله مستطيل تم تقسيموه على إثنان. يعني كنحسبوه مساحة المستطيل، إذا ضربنا هاد المسافة هي العرض في الطول، غنلقوه مساحة المستطيل، إذا قسمناها علاجوش غللقوه المساحة ديال هاد المثلتين الصغيرة. إذن السؤال أقارن مساحة، إذن جاوبنا عليه، إذن أعبرو عن مساحة ABC بدلالة AB و AH، إذن بدلالة BC و AH، إذن مساحة المستطيل شنو غادي تكون كتساوي؟ مساحة مثلت، عفوا مثلت، أب بيسي، شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي بيسي، والارتفاع AH، مقسومة على إثنان. هذه هي قاعدة، من هنا يعني خرجنا القاعدة ديال حساب مساحة مثلت، إذن مثلت مساحتهما هي إلا مساحة المستطيل، اللي كيكمل لنا المثلت على جوش، أي مثلت، سأخذينا دابة واحد المثلت بحال هذكا، كيفما كان هاد المثلت، وبغينا نحسبوه المساحة نتاعه، إذن علش كنقلبوه، كنقلبوه على على هاد الارتفاع هادا، ونضربوه في هاد القاعدة هادي، ونقسموه على جوش، هادا خصو يكون عنا، وهذا خصو يكون عنا، علش لأنه هو متم مستطيل، يعني هو في الأصل كان مستطيلا، بحال اللي كان مستطيل، قسمناه على جوش، لأن هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، إذا حسبنا المساحات المستطيل، كنقسموه على جوش، كنقوم مساحات المستطيل، أذن هذا هو هو التمرين الأخرى،OOD النقل الثالث، إذا سأعود اسم إلى، إذا عرفنا كيفما كان نحسبوه مساحات المربع، كنقلبوه ادلاء الدلح، عارفنا كيفما كان نحسبوه مساحة المستطيل، كنقلبوه بheimer Rule في العرض، وعرفنا كيفما كان إنتاج إنتاج من ساحات المستطيل، كنقسموه على جوش، ثالثا، فإننا ب sollten مشاهدة مستطيل الأدلع، من أين، كيف وجدناها، وكيف نجدها، إذاًً مساحة متوازيل الأضلع طبقنا نفس الشيء متوازيل الأضلع قسمناها منينا واخدنا هذا المثلت رجعناه لنا إذن أصبح مستطيل علش كنرجاع للمستطيل لأن لاحظوا في المثلت رجعنا للمستطيل متوازيل الأضلع لأن مساحة المستطيلotto نعرفها إذن هي الأصل هنالك نلاحظه بأن مساحة المستطيل هي الأصل إذن أتحقق من أن ADH و FEG قابلنا نتطابق إذن هذا المثلت الصغير متطابق مع المثلت الصغير هذا يعني أننا إلا بغينا نحسب مساحة متوازي أضلاع إذن ما سنفعله؟ يعني بحل لك نحسب مساحة المستطيل إذن أقارن مساحة متوازي الأضلاع على bcd إذن مساحة متوازي الأضلاع على bcd هي A-H في DC إذن A-H في DC كيف تساوي؟ هي مساحة هذا المستطيل او كا في كاج او كا في كاج هذه فيها جوج مربعات وهذه فيها اربعات اذا كذلك هنا اربعات مربعات في جوج اذا كتعطينا نفس المساح اذا شنو الهدف من هذا التمرين اذا كان عندي واحد متوازر اضلاع في حال هذا وبغيت نحسب المساحة متاعه يعني شنو يكون عندي يكون عندي ها ضد هذا وعندي ها ضد هذا هذا ما كان فيه ثلاثة سنتيمتر هذا فيه جوج اذا اذا بغيت المساحة اذا بحالي كان حسب مساحة هذا المستطيل هادي المثلات هذا نقلته هنا وحصلت على مستطيل يعني ان مساحة متوازر الاضلاع هي في الاصل مساحته المستطيل بشرط اننا نحول المثلات صغيرة. بشرط نحول المثلات صغيرة. اذا ان دا تعرفنا الاصل دي المساحات المتوازي الاضلاع. دا بغى نشوفه في التمرين الرابع. دا بغى ندرسه الحالة دي المعين. المعين عندنا هو هذا. وبغينا نرجعها. نشوفه واش اصله مربع ولمستطيل. لان اللي كان عارفه نحسبه هو المربع ولمستطيل. نلاحظه انه حتى هو اصله مستطيل. اذا هنا كيفاش غادي نحصله على الاصل? يعني ان هذا المعين كأنه مستطيل. اذا هنا مستطيل. مقسوم على اثنان. يعني اذا عرفنا مساحة هذا المستطيل غادي نقدرون اعرفه مساحة مساحة المعين. لان هذا المثلات هذا كيسوي هذا هذا كيسوي هذا هذا كيسوي هذا هذا كيسوي هذا. يعني هذا المعين الذي يوجد في الوسط هو النصف ديال اه هذا المستطيل. اذا هذا هو. اذا اقارن مساحة المعين و المستطيل. اذا مساحة المعين. ماذا تساوي? مساحة المعين تساوي مصف مساحة المستطيل. اذا ايش من المستطيل? اذا المستطيل او اف جيكا. اذا مستطيل او اف جيكا. هنا او اف جيكا وهنا او بسات. اذا هذا المعين هذا اذا انا بغينا المساحة نسعه سنقسمه. سنضربه يعني هذا العرض في الطول. سنحصله على المستطيل كله ثم نقسمه على اتنان سنحصله على المعين الذي يوجده بالدخل. المثلث مساحة المستطيل على 2. المثلث مساحة المستطيل لكنا عرفها. حسنا بساحة ذلك إذا نحسنا بuyorsunه هات شي بهمون حارف شنودرنا خدينا شي بهمون حارف آخر باش كملنا متوازي اضلاع. حنا ما كان عارفو شغل ليصل، وشنودرنا قلبنا على الحل شنوبه لدينا هو جبنا شي بهمون حارف آخر وقلبناه. الجبناء الروبا القائدة الكبرى الفوق والقاعدة الصغرى فحصلنا على مساحة متوازي الاضلاع أو مساحة متوازي الاضلاع هي مساحة مستطيل. والنهاية هكذا يعني في النهاية كل شي تم رأي المستطيل. ملاحظة يقارن مساحة شبه منحريف مع متوازيل أضلع EFGH. إذن شحل غادي يسوي النصف علاج لأن دبا مساحة هذا المتوازيل أضلع إلا قسمناها على جوج هكا بهذه الطريقة غادي نحصل على على شبه منحريف دينا لأن هذا متقيسي. إذن هنا شنو غادي نقوله مساحة مساحة شبه منحريف أبسيدة هي نصف مساحة متوازي الأضلع اسميته EFGH EFGH أولا EFGH أولا EFGH أولا EFGH نعم أولا EFGH إذا عرفنا كيف نحسب مساحة هذا المتوازي الأضلع سنجد مساحة شبه منحريف إذن هذا الشيء غادي نمشي نطبقه في التمرين السادس إذن هنا أول شيء سنتعرف على بعض المفاهيم أنحرة أ إذن أ هي لار أ أصلها آر يعني المساحة عندنا أ هو هذا الضلع أ يساوي هذا يساوي هذا عندنا هنا الكبيرة الكبيرة هي هذه هي الطول للارجر والصغيرة هي المستطر لدينا هنا بي هي لباس صغيرة المثلة وعندنا اش اش قصنا نرسموه اش قصنا نرسموه هذا هو اش هذا اش وهذه بكتي بي لدينا هنا بي بي هي هذه هاد الضلع هادا يمطل بي وعندنا اش هادا هو اش هو ارتفاع لانا بيش كنجيو نحسبوه المثلت احيث مساحات المثلت خصنا نقلبوه على القايدة وارتفاع بيش كنجيو نحسبو المستطر المساح نتاع وكنقلبو على الطول والعرض بيش كنجيو نحسبو مساحات المرباح كنقلبو على الضلع نحتاجو غي ضلع واحد هنا هنا عندنا متوازي الأضلع. إذن باش نحسبو المساحة نتاعه وخصنا لباز هذه. هذه هي لباز. يعني القاعدة. ثم الارتفاع. الارتفاع اش هو هذا? إذن باش كنجي ونحسبو عاود مساحة المتوازي الأضلع خصنا قاعدة والارتفاع. إلا ما كانوش عندنا ما نقدروش نحسبوه. بالنسبة لشبهم ونحارف خصنا لباز الكبيرة. هذه القاعدة القبرى. وخصنا لباز الصغيرة هي القاعدة الصغرى. وخصنا الارتفاع. هذو ثلاثة دي العناصر اللي بغينا نحسبوه. شي بهمو الحارف. لما كانوش عندنا ما نقدروش إلا غا بغي واحد ما نقدروش نحسبوه. إذا نخصنا بكبيرة وبصغيرة وآ باش نقاش باش القوعة. هنا خصنا بصغيرة بوحدة. هي اللي كينا درناها صغيرة مضروبة فأش فارتفاع. هنا خصنا آآ القاعدة وخصنا الارتفاع. هنا خصنا كذلك قاعدة هذو جيج متلاتة صغير ذالو واحد المثلات بحيط الارتفاع جا براء. هنا الارتفاع جا الداخل. هنا خصنا الكبيرة للونجور للورجور. وهنا خصنا الضلع. إذن دبا غدي نبدأ ونحسبوه ونطبقوها الشي اللي شفنا. إذن عنا هنا يا. آآ بالنسبة للقاشحال كي يساوي. عنا آآ يساوي ثلاثة. آآ يساوي ثلاثة. إذن ثلاثة ثلاثة. إذن شنيه مساحة المربع ثلاثة. آآ دونك تدلع كي يساوي ثلاثة. دبا المساحة انت على المربع هي ثلاثة في ثلاثة وساوي تساوي. إذن نحتاج هنا غضل على واحد. بالنسبة لهذا الكبيرة شحال كي تساوي جوج اربعة ستة. إذن ال كبيرة كتساوي ستة. و ال صغيرة كتساوي ثلاثة. إذن هذه كتساوي ثلاثة وهذه ستة. دبا لو بغينا نحسبوه المساحة غنضربوه ستة في ثلاثة. تعطينا ثمنتاش. إذن دوم العناصر الأساسية للحسب. بالنسبة لهذا المثلات هذا. عنا بي صغيرة كتساوي جوج اربعة. وعنا آش في هاته هي اربعة. والمساحة رح نشفناها قبل لاحظت لأنها هي مساحة مستطيل نقسموه على اثنان. دبا هذا المستطيل هذا. هو هذي فهذه هو في الحق اشف في هذه الحالة خاصة مربع ولكن مش مشكلة. إذن اربعة في اربعة نقسموه على اثنان. إذن اربعة في اربعة ستة عشر ستة عشر مقسموه على اثنان تمانية. بالنسبة للشكل الموالي عنا لباز ان فيها غي ثلاثة مش احتل هنا غي هنا لأن النبضلع احتل هنا. إذن عنا هنا ثلاثة عنا هنا ثلاثة في الارتفع. إذا نطبقوا القاعدة. إذن القاعدة في الارتفع مقسومة على جوج. ثلاثة في ثلاثة سعود مقسومة على جوج اربعة فاصلة خمسة. بالنسبة المتوازي الأضلع قلنا بأنه هو مساحة مستطيل. إذن لبي لدينا فيها جوج أربعة ستة. لدينا جوج اربعة الارتفاع. اذا ستة في اربعة. اذا ساوي اربعة وعشرون. بالنسبة لشبه منحريف. عنا بي كبيرة فيها جوج اربعة ستة سبعة. عنا بي صغيرة فيها جوج اربعة. عنا اش اربعة اذا اش اربعة مربعة. تربعات. اذا ده بقى. القاعدة بالنسبة لشبه منحريف هي اللي إذن لدينا القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة إذن رجعوا إلى هنا القاعدة الصغيرة زائد القاعدة الكبيرة في الارتفاع على اثنان القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة باش نلقوا هذا الدلع دية المتوازي الأضلع نضربوها في الارتفاع ونقسموه على ججل بللقوا وصيبهم الحارف لما قسمناش على ججل ألقوا مساحة الكلية دي شبههم دية المتوازي الأضلع احنا اللي احنا نبغينا فقط اذا في اه اذا القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة في اش اش عنا كساوي ربعة نقسم على اثنان. اذا جمعنا هاتش عنا سبعة زائد اربعة كساطي حضاش. حضاش اذا ضربناها فاربعة وربعين. اربعة وربعين نقسمنا على جوش كساطينا اثناني وعشر. اذا هذه طريقة حساب هذه المساحة هذه الاشكال. ولكن نبغي نتأكدوك يمكن نحسبو المربعات. اذن واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. هذه الطريقة تقليدية. هنا يعوداني متى هاد المثلات. هاد المثلات خصنا نديرو شي طريقة عوداني باش نحسبوه. دونك هنا يخصوه شي شوية الوقت. اذا بلما نزيدو نطولو. دونك الطريقة دابل اللي يجب سنبقون نستعملو في حساب هذه المساحات ليس المربعات وانما القواعد. لك الاكزيرسي ست. هنا نحسبوه المحيط دو شاك فيجور كل شكل. اذا نبدأ بالمربع. المحيط ما هو المحيط. المحيط هو هو طول. المحيط الى بدنا من هنا خصنا ندورو ونرجعو هنا. المحيط هاد المحيط يعني هاد المسافة. المحيط هاد هو المسافة اللي ضايرة مش الداخل. بالنسبة ل هاد المثلات نجمعو الاضلع. بالنسبة ل هذا الشي بمنحارف نجمعو الاضلع. هنايا نجمعو الاضلع. ولكن هنايا بالنسبة للمربع متقيسين الاضلع. شنو كنديرو باش ما كنطبقوش خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة كنقولو اربعة في خمسة. اذا عشرون هي مساحة هي عشرين سنتيمتر هي اول محيط. هنا عوثاني باش من ديروش سبعة زائد خمسة زائد 7 з5 هو المواحد كنديرو 7 z5 نضربوها فجوج لإنه تكرر لدينا الطول والعرض 7 z5 z12 في جوج 24 سنتيمتر بالنسبة للمتوزي أطلاع بحال مستطيل 6 z5 11 نضربوها فجوج 22 سنتيمتر بالنسبة لموثلات مع النشك حاجة كنت تكرر كنجمعوهم 4 z6 z15 15 سنتيمتر كذلك بنسبة شبهم الحريف إذا نجمعو 7 z3 سنتيمتر. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة الأولى من درس حساب المحيط والمساحة من كتاب الجديد في الرياليات للسنة السابقة.